السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي أهلا بكم النهاردة نشرح الدرس الأول الموقع الجغرافي لوطننا العربي من الوحدة الأولى أرض وتاريخ شعب من منهج الدراسات الاجتماعية الجديد لصف السادس الابتدائي الفصل الدراس الأول وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب الدرس الأول الموقع الجغرافي لوطننا العربي هنا بيقول لك تفاعل تحرص مصر على مر العصور على إقامة علاقات صداقة وتعاون مع جيرانها من الدول العربية الأخرى فهل تعرف عدد الدول العربية وأسمائها؟ حدد بعض الخصائص التي تشترك فيها الدول العربية دعنا نعرفه من شرح درسي اليوم تعلم أول حاجة نشرحها الموقع الجغرافي الوطن العربي ومساحته تقع مصر في وسط مجموعة من الدول العربية يطلق عليها الوطن العربي فما هو الوطن العربي؟ إبا مصر تقع وسط مجموعة من الدول العربية يطلق عليها الوطن العربي ما هو الوطن العربي؟ يقصد به الدول التي تتحدث اللغة العربية ويجمعها مكان واحد لغة واحدة تاريخ مشترك يقصد به الدول التي تتحدث اللغة العربية ويجمعها مكان واحد ولغة واحدة وتاريخ مشترك أول حاجة نعرفها الموقع الجغرافي الموقع الجغرافي يقع الوطن العربي وسط قرات العالم القديم الثلاث يبقى الوطن العربي يقع وسط قرات العالم القديم الثلاث آسيا وإفريقيا وأوروبا آسيا وإفريقيا وأوروبا يبقى الوطن العربي يقع وسط قرات العالم القديم الثلاث اللي هم آسيا وإفريقيا وأوروبا تمتد أراضيه عبر قراتي آسيا وإفريقيا يبقى الوطن العربي أراضيه بتمتد عبر قراتي آسيا وإفريقيا أما دولة جزر القمر فتقع في المحيط الهند يحد الوطن العربي من الشمال البحر المتوسط وجبال توروس أما من الشرق جبال كردستان وجبال زاجروس والخليج العربي وخليج عمان من الشرق جبال كردستان جبال زاجروس والخليج العربي وخليج عمان ده من الشرق يبقى من الشرق يحد الوطن العربي من الشرق جبال كردستان زاج روس والخليج العربي وخليج عمان بعد كده عندنا من الجنوب المحيط الهندي وبحر العرب والصحراء الكبرى يبقى من الجنوب بحر العرب المحيط الهندي الصحراء الكبرى اما من الغرب المحيط الاطلنطي من الغرب المحيط الاطلنطي يبقى الخريطة اللي قدامنا دي توضح حدود الوطن العربي نقولها تاني من الشمال على الخريطة البحر المتوسط وجبال طوروس اما من الشرق جبال كردستان جبال زاجروس الخليج العربي وخليج عمان من الجنوب بحر العرب والمحيط الهندي والصحراء الكبرى اما من الغرب المحيط الاطلنطي من الغرب المحيط الاطلنطي وهنا عندنا الدول العربية 22 دولة مصر وليبيا والجزائر وتونس المغرب مروتانيا السودان جبوتي الصومان جزر القمر اليمن عمان السعودية البحرين قطر الامارات الكويت العراق سوريا الاردن فلسطين لبنان عقم اثنين المساحة تبلغ مساحة الوطن العربي نحو 13 مليون كيلو متر مربع ويضم الوطن العربي 22 دولة حيث الجزائر اكبر الدول العربية مساحة تقع فيه الجناح الافريقي البحرين اصغر دول الوطن العربي مساحة تقع فيه الجناح الاسيوي يبقى عندنا المساحة تبلغ مساحة الوطن العربي نحو 13 مليون كيلو متر يبقى مساحة الوطن العربي كانت 13 مليون كيلو متر مربع يضم الوطن العربي 22 دولة يبقى الوطن العربي يضم 22 دولة حيث الجزائر اكبر الدول العربية مساحة تقع فيه الجناح الافريقي يبقى الجزائر اكبر الدول العربية مساحة تقع فيه الجناح الافريقي اما البحرين اصغر دول الوطن العربي مساحة تقع فيه الجناح الاسيوي البحرين أصغر دول الوطن العربي مساحة تقع في الجناح الأسيوي يبقى مساحة الوطن العربي تبلغ 13 مليون كيلو متر مربع ويضم الوطن العربي 22 دولة أكبرهم الجزائر وتقع في الجناح الأفريقي وأصغرهم البحرين وتقع في الجناح الأسيوي نرى مع بعض دول الوطن العربي تنقصم دول الوطن العربي إلى جناحين هما الجناح الأسيوي وعدد دوله 12 دولة ويمثل 28% من الوطن العربي والجناح الأفريقي وعدد دوله 10 دول ويمثل 72% من الوطن العربي يبقى تنقصم دول الوطن العربي إلى جناحين هما الجناح الأسيوي وعدد دوله 12 دولة ويمثل 28% من الوطن العربي والجناح الأفريقي وعدد دوله 10 دول ويمثل 72% من الوطن العربي الخريطة اللي قدامنا بتوضح عدد دول الوطن العربي 22 دولة أول حاجة معنا الدول الجناح الأسيوي 12 دولة سوريا لبنان الأردن فلسطين العراق الكويت البحرين قطر الإمارات السعودية عمان اليمن يبقى الدول الجناح الأسيوي يقع في قارة آسيا لذلك سميها الدول الجناح الأسيوي وهذه عندنا على الخريطة سوريا لبنان فلسطين الأردن العراق الكويت البحرين قطر الإمارات عمان اليمن السعودية أما الدول الجناح الأفريقي فتقع في قارة إفريقيا وهما عشر دول مصر ليبيا الجزائر مورتانيا الصومال السودان تونس المغرب جيبوتي جزر القمر وعلى الخريطة عندينا دول الجناح الأفريقي عشر دول مصر ليبيا تونس الجزائر المغرب مورتانيا جمهورية السودان جيبوتي الصومال ودولة جزر القمر وإحنا قلنا إن دول الجناح الأسياوي عددهم اتناشر دولة يمثل تمانية وعشرين في المئة من الوطن العربي أما الجناح الأفريقي عدد دول وعشر دول ويمثل اتنين وسبعين في المئة من الوطن العربي هنا جيبنا سين سؤال أكمل العبارات الآتية واحد يحد الوطن العربي من جهة الشمال نقط ونقط إحنا قلنا البحر المتوسط وجبال توروس طيب رقم اتنين تعتبر دولة سوريا وفلسطين من دول الجناح نقط للوطن العربي من دول الجناح الأسيوي هنكتب هنا الأسيوي أهمية موقع الوطن العربي بقى نشرح أهمية موقع الوطن العربي لموقع الوطن العربي أهمية كبيرة تظهر في النواحي التالية أول حاجة الأهمية الاقتصادية يبقى الأهمية الاقتصادية لموقع الوطن العربي تتمثل أهمية الوطن العربي الاقتصادية في قال لك وقوعه على بحار ذات أهمية تجارية مثل البحر الأحمر والبحر المتوسط والخليج العربي يبقى عندنا أول حاجة من الأهمية الاقتصادية لموقع الوطن العربي تقول وقوع على بحار ذات أهمية تجارية وقوع على بحار ذات أهمية تجارية مثل البحر الأحمر والبحر المتوسط والخليج العربي الحاجة الثانية تحكمه في ممرات مائية مهمة تحكمه في ممرات مائية مهمة وهي مضيق هارمز ومضيق باب المندب ومضيق جبل طارق بالإضافة لقناة السويس الحاجة الثانية الوطن العربي يتحكم في ممرات مائية مهمة ايه هي الممرات المائية تقول لك مضيق هارمز مضيق باب المندب مضيق جبل طارق بالإضافة لقناة السويس الكلام ده أدى إلى ايه قال لك مما أدى إلى تحكمه في أهم طرق التجارية العالمية ونتيجة لهذا الموقع الجغرافي المتميز أصبح وطنون العربي مطمع لكثير من الدول للسيطرة على صرواته على مر العصور يبقى الوطن العربي بيتحكم في أهم الطرق التجارية العالمية الوطن العربي بيتحكم في أهم الطرق التجارية العالمية ونتيجة لهذا الموقع الجغرافي المتميز أصبح وطنون العربي مطمع لكثير من الدول للسيطرة على سرواته على مار العصور الخريطة اللي قدامنا بتوضح معانا الممرات البحرية التي يسيطر عليها الوطن العربي اول حاجة عندنا قناة السويس في مصر يبدي قناة السويس في مصر مضيق جبل طارق في المغرب واسبانيا مضيق جبل طارق بين المغرب واسبانيا في بعد كده عندنا مضيق هارمز مضيق هارمز في خليج عمان مضيق هارمز في خليج عمان ومضيق باب المندب في اليمن مضيق باب المندب في اليمن الاهمية الدينية تتمثل اهمية الوطن العربي الدينية في الوطن العربي كالموطن الديانات السماوية اليهودية والمسيحية والاسلامية يضم اماكن مقدسة ذات أهمية دينية كبيرة مثل الكعبة المشرفة في السعودية كنيسة القيامة في فلسطين والأظهر الشريف في مصر تتمثل أهمية الوطن العربي الدينية في الوطن العربي كان موطن الديانات السماوية اليهودية والمسيحية والإسلامية كان يضم أماكن مقدسة ذات أهمية دينية كبيرة مثل الكعبة المشرفة في السعودية وكنيسة القيامة في فلسطين والأظهر الشريف في مصر رقم ثلاثة الأهمية الحضارية تتمثل أهمية الوطن العربي الحضارية في قيام أقدم الحضارات في العالم على أرضه مثل الحضارة المصير قديمة وحضارة بلاد العراق القديم تتمثل فيه قيام أقدم الحضارات في العالم على أرضه مثل الحضارة المصير القديمة وحضارة بلاد العراق القديم الأهمية الثقافية تتمثل أهمية الوطن العربي الثقافية في أن لكل دولة عربية تاريخها السري منذ العصور القديمة وقد كان لتواصل الشعوب العربية تجارية وثقافيا أصره في تشابه العادات والتقاليد بين شعوب الدول العربية تبني قيم اجتماعية مشتركة مما أدى إلى وجود تراث ثقافي مشترك بينهم يبهينا يقول لنا الأهمية الثقافية للوطن العربي بتتمثل فيه أن لكل دولة عربية تاريخها السري منذ العصور القديمة وكان لتواصل الشعوب العربية تجاريا وثقافيا أصره في تشابه العادات والتقاليد بين شعوب الدول العربية وتبني قيم اجتماعية مشتركة مما أدى إلى وجود تراث ثقافي مشترك بينهم طيب نجيب لك سين سؤال ألف أكمل العبارات الآتية بما يناسبها من كلمات واحد يتحكم الوطن العربي في ممرات بحرية مهمة مثل مضيق نغط مضيق جبل طارق ومضيق نغط مضيق باب المندب أو تكتب مضيق هارمز في رقم اثنين يضم الوطن العربي أماكن مقدسة ذات أهمية دينية كبيرة مثل نغط في فلسطين فتقول مثل إيه مثل كنيسة القيامة في فلسطين في رقم با يقول لك بما تفسر أهمية الوطن العربي الاقتصادية هتكتب تقول له إيه تتمثل في موقعه على بحار ذات أهمية تجارية بالإضافة لتحكمه في ممرات بحرية مهمة مما أدى لتحكمه في أهم الطرق التجارية العالمية مما أدى لتحكمه في أهم الطرق التجارية العالمية مرخص الدرس الأول الموقع الجغرافي الوطن العربي ومساحته يقع الوطن العربي في وسط قرات العالم القديم ويمتد في قرتين آسيا وإفريقيا تتمثل حدود الوطن العربي في أول حاجة الشمال البحر المتوسط وجبال طوروس الشرق جبال كردستان وجبال زجروس والخليج العربي وخليج عمان الجنوب المحيط الهندي وبحر العرب والصحراء الكبرى الغرب المحيط الأطلنطي تبلغ مساحة الوطن العربي نحو 13 مليون كيلو متر مربع ويضم 22 دولة ويجمعها تاريخ ولغة وثقافة مشتركة تعد البحرين أصغر دول العالم العربي مساحة أما الجزائر فهي أكبر الدول العربية مساحة بعد كي تكلمنا عن أهمية موقع الوطن العربي قلنا الاقتصادية يقع على بحار ذات أهمية تجارية يتحكم في ممرات مائية مهمة مثل مضيك هرمز باب المندب جبل طارق قناة السويس تكلمنا عن أهمية موقع الوطن العربي الدينية قلنا يضم أماكن مقدسة ذات أهمية دينية كبيرة مثل الكعبة المشرفة الأظهر الشريف كنيسة القيامة بعد كي تكلمنا عن أهمية موقع الوطن العربي الحضارية قلنا قامت على أرض أقدم الحضارات في العالم مثل الحضارة المصرية القديمة وحضارة بلاد العراق القديم بعد كي تكلمنا عن أهمية موقع الوطن العربي الثقافية قلنا لكل دولة عربية تاريخها السري تواصل الشعوب العربية كان له أثر فيه واحد تشابه العادات والتقاليد بين الشعوب العربية اثنين بناء القيم الاجتماعية المشتركة وبكده يكون وصلنا معاكم من هيد درس النهار ده أرجوكم استفدتم معنا الدرس القادم عن حل تدريبات الأضواء على الدرس الأول الموقع الجغرافي لوطننا العربي وما تنسوش الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته